لماذا الإيمان بالملائكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة هم الكرام البررة الكرام على الله عز وجل البررة الطائعون الذين لا يعصون الله أبدا هم خلق خلقهم الله من نور وجبلهم على الطاعة وأقامهم في الخدمة وكرمهم وشرفهم وجعل منهم ملأه الأعلى وجعل منهم حملة العرش وجعل منهم الرسل المؤتمنون إلى الأنبياء من الخلق من البشر وجعل منهم الكتبة وجعل منهم الحفظة وهم على كل حال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة مع الإنسان المؤمن وغير المؤمن حتى في كل أحواله قائمون في خدمته محبون للخير والطاعة والبر له روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا أوى إلى فراشه قام عند رأسه ملك وشيطان فقال الملك اختم بخير وقال الشيطان اختم بشر الملك يقول له لا تنم إلا على توبة وإلا على ذكر وإلا على استغفار وطاعة والشيطان يقول لا يذكره بالمعاصي ويذكره بالشبهات والشهوات قال فإن ذكر الله واستغفره طرد الملك الشيطان وقام عند رأسه يكلأه حتى يصبح فالإنسان المؤمن يعيش كل أحواله في صحبة الملائكة وليس هناك غيب أشبه بشهادة في حياة المسلم من الملائكة هم غيب لا يراهم لكنه يستشعر وجودهم وهم يصحبونه في كل أحواله صحبة المحب الكريم الذي يقوم على حفظ المؤمن ودلالته على الخير وحسه عليه وصحبته عند الطاعة يفرح للمؤمن إذا أطاع ويعني يحزن إذا عصى الملائكة هم الحالة الكاملة حولنا الحالة النقية الحالة الطاهرة الحالة الطيبة التي تظل دائما صورة مثالية ينشدها المسلم في نفسه وفي حياته فإذا استقام على أمر الله شبهه الناس بأن فيه شيئا من أخلاق الملائكة لا